مبارح الولد طلع عمل فيديو دي ايه او دي او نص شكله سكران شكله مخمور شكله واخد حاجة يعني ماش قصتي ليست معركة معركة سلوك شخصي ياخد ان شاء الله ياخد سم وليست معركة معركة اخلاقين شاء الله حتى عشر واحد زيه مش قصتي لكن الولد يبدو انه مش طبيعي انا ظني ظني عشان بس ما نعودش نزيت يعني الولد حاول يلفت الانظار اليه لو طلع واقل غنيم بشكله طبيعي بشعره بمنظره لن يلفت الانظار الناس الناس قرفت منه الناس لو ظهر واقل بشعره هاتلي الاتنين جنبوا بعض يا وليد لما سمح لو ظهر بشكله طبيعي ايه جديد ما حدش هياخد باله الناس كفرت بيه وشوية الناس كده بتضحك عليهم لكن اللي يخلي واقل يظهر فيلفت اليه الانظار وتجتمع كل الاصوات يبصوا عليه يعمل حاجة غريبة ايه الغريب اللي عمله حلق شعره زيرو وظهر بهذا الشكل هو عريان نص عريان فالناس اول ما تشوفه عينكة لو انت لقيت واقل في سبوكة وغيره بشعره الطبيعي ما تجيبها لي يا وليد مش هيلفت نظره عادي ما اي كلام لكن لما يجي بهذا الشكل هو هو آلع وظهر المظهر اللي قدامنا دوت وحالك كده فايل فيه ماله ماله الودة في ايه اول حاجة هتبضل لزهنك تقول هو ماله هو الودة آلع ليه فتنتبه تخش تفتح هو وصل لك هو عايزك تروح له يا جماعة عشان ما انتوهش الناس ده رأيه هو عيان هو عنده سرطان عنده سرطان في الدم لا عنده سرطان في دماغه انا عنده سرطان في وطنيته عنده سرطان في انسانيته اهو انا لو الصورة دي اهو لو الصورة دي يا ناس جات على شفتها انت حضرتك على الفيسبوك او على تويتر اي حاجة يعني شو تعبه هترفت نظرك انا بكلم بالنسكوا لا والله والله العظيم لو حد شاف الصورة دي هيوقف عليها يعني انا بكلم بالبلد مش هترفت نظر